تحت أدواء المراقبة الدولية سيما أمريكا والتطلع إلى معرفة ما هي نوايا الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي تجاه المنطقة والعالم الذي جعل من إيران في المواجهة الأخيرة مع أمريكا على المحكة المشروع النووي ومفاوضات فيينا ونظرة رئيسي لاستمرار توتر ميليشيات موالية لإيران في العراق والخليج هذه الرسائل الأولى التي ترشح عن محللي البيت السياسي الإيراني مركز الروابط للبحث والدراسات الاستراتيجية الذي يضم فريقا خبيرا في القراءة الواضحة لما يجري على الساحة الإيرانية والعالم قدم طرحا وافيا حول تساؤل حمل عنوان إبراهيم رئيسي هل من جديد تجاه العراق الإجابة التي لم تتوقف عند حدود الباخرة البريطانية التي وصلت مياه الخليج الإقليمية مؤخرا وفيها دلالات المواجهة المحتملة إلى ما يضاف من ترقب أمريكي لطريقة تعامل رئيسي في الأيام المقبلة إجابة شافية شملها تقرير الروابط عن السلوك الإيراني في العراق سيما المخاوف من تأثير فوز رئيسي رجل قيم الثورة كما اعتبر فوزه في هذا السياق المخاوف حول دعم إيران المعنوي والمادي لميليشيات المسلحة أم أن اليد الإيرانية ستقلص هذا الدعم في الحالتين يوضع رئيسي أمام احتمالات عدة من بينها سياسته المحافظة التي قد تعني بصورة أو بأخرى أن مياه الخليج قد تموج مجددا لكن هذا الموج لن يكون خيرا على المنطقة أو على العراق ترجمة نانسي قنقر